السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا باخر على خير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريق تفتح دير دجاجة مرفوقة بالخضروات في الفرن بوحدة تبيلة رائحة تجير طيطة وشيشة كالدوب في الفم سنشارك معكم جميع التفاصيل باش تجربوها وتنجح معكم وطبعا حتى الطيب في الفرن نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ونبدو على بركة الله بالنسبة المكونات كيف ما كتلاحظو معايا عندي هنايا جاجة اللي الحجم ديالا كيختلف يعني يكون ما بين كيلو ونص حتى الجوج كيلو ونص ماشي مشكلة يعني كتنجح في هاد الوصفة وغادي نبدو نتكلم لكم على المقادر ونخدموه في آن واحد هنايا غادي ناخد واحد الربع ديال الحامض مصير اللي كيعطي واحد المادة قزوين يعني ضروري منو وطبعا هدا عر اللوب ديالو يعني ما كنستعملوش داك الجلفة ديالتو كيف ما كتلاحظو معايا وهنايا غادي ناخد واحد العاصير ديال الليمونة حامضة هنايا كنعبر لكم بالمعلقة يعني عصرت ليمونة حامضة عطتني جوج معالقة كبار قدما كان الحامض وهذه المحمدات قدما غادي نجاجة فتية ان شاء الله سوف هنايا غادي ناخد هنا يوغورت او لضانون طبيعي او لذبادي مستوس بدون نكا وبدون سكر تقريبا فيه ثلاثة ديال المعالقة اكبر او اللي ممكن حتى ربعا على حسب الحجم حتى ديالتجاجة اللي غادي نستعمله سوف هناك نخلطوه هاكذا كيف ما كتلاحظو معايا مع هداك عصير ديال الليمونة حامضة ومع هداك اللوب ديال الحامضة هنا محلقة صغيرة ديالتلا موطاقت حتى هو كي خلينا دجاجي جيفتي ورطايا طب وهنايا عندي واحد تقريبا ما بين نص كاس ما بين ربع حتى النص كاس ديال زيت الزيتون كنخلط هنايا هاد المكونات وهنايا عادة قدي نضيفو التوابل بالنسبة لزيت الزيتون وخنديروه يعني ماشي بحال زيت نباتي اللي كتمنع لنا ان العطر يدخل لنا في الدجاجة يعني زيت الزيتون مزيان سوف هنا كيفما كتلاحظوا معي الدجاجة كتبليكم اناني سالخها وغاد نوريكم حتى الطريقة كيفاش مقطعها هنايا عندي الكامونة عندي البابريكا او التحميرا عندي سكينجبير وعندي سودانيا والبزار والكوركم او الخرقوم وعندي شوية ديال بودرة التوم بالنسبة للتوابل العادين حين هما ما فيهمش القز بريابس فقط هو اللي ما نديروش حيث كي اعطنا واحد المرورة اللي ما عندنا ما نديرو بيها صافي كنخلط هاد التوابل كنخلطهم هاكده مزيان إلا بغيتو تديرو ضويمة ديالة الزعفران هادي كا صغيرة ديروها ماشي مشكلة كتبقى اختيارية ولما عندكمش بودرة التوم ديرو واحد جوش فصوص حتى ثلاثة ديالتومة ماشي مشكل صافي هنيا بالنسبة لي انا هنرا ما درتش الملحة بغيتين نوريكم الملحة باش يعني ما تقولوش انين ينسيتها وغادي نقولكم ما تديروهاش ببلاش من الملحة حينت هاد المتاغد مالح وديرين الحامض وديرين ذاك اللوب ديال الحامض يعني كافيين وبالنسبة الصوصوية او صوصوجة ما ضفتاش فاضل المرحلة غادي نخليح تنظيف هالخضروات صافي هنيا غادي نتبل الدجاجة ديالي وهنا يراها كان الليل يعني هنا يراها المزاء يعني وجبت الدجاجة ديالتي بنهار غسلتها مزيان رقتها في الماء والحامض والخل وغسلتها مزيان وسكين جبير ونضفتها وسلختها وقسمتها على صدر ديالها وخليتها استقطرات وهذا الليل غادي نعطر فيها الدجاجة درت لها هالتوابل اللي غادي ندهن هذا بمزيان يعني كنقول لكم المراحل باش تجيكم الدجاجة بنينة صافي يعني هاد الليل كان ندهن الدجاجة ديالتي بها دوك التوابل اللي درت كان ندهنها وهنا كيفما كتلاحظوا قاسمها من صدر ديالتي حليتها على الصدر وحيت لها الجلدة اللي كيبغي الجلدة يخليها اللي ما كيبغيش انا بالنسبة لي حيتها حتما بغيتهاش تطلق لي يدك ليدام وذك الزفورية ديالتي حيتها حيتها فمرة وهنا صدرها كيفما لاحظتوا في البداية كنت ندير فيه توقوب وكنعمر ذلك التوقوب بالعطرية وبالتوابل باش كيجين الصدر بنين وفتيح تهو انتو ما شوفوا يعني كندير توقوب تقطعوها طريفات صغار يعني تقطعوها تقطعوها على ربعة ولا على ثمانية ولا اللي بغيتو ولا على جوج انا هنا فضلت انها تبقى صاينة على هاتشكل هذا صافي من بعد ما تتبلتها مزيان كيفما كتلاحظوا معايا غادي نغطيها بالسلوفا وغادي نخلى تبات ليلى كاملة في التلاجة هادي الصراحة من يعني من اسرار يجيكم تجاجفتي وارطية طب انه خاصوا يعني نهار يجي التغسل فيه ويتنقى وينشف ويتتبل ويبات في التلاجة والغدلية عادة يا طيب باش كيجيكم بنين صافي هنا دبا الغدلية في الصباح يعني بالنسبة لي الخضروات اللي غادي نرافق معاها الدجاجة عندي هنا البطاطا وعندي واحد الجزرة او خزوية وعندي الفلفلة حمرة هادو كيبقاوا اختيارين وهدو ما احسن حاجة ممكن ترافقوهم للدجاج حين تكيعتوه واحد المعادة قزوين وكيتواتوه معا الدجاج ما غاديش نقول لكم اللي بغايدير الكورجيات يديرها ولكن كتك التمييه وما كتعتاش مادا قزوين واللي بغايدير اي حاجة من الخضروات وخاء انا كنفضلها تلاتة وبالنسبة الجزر او خيزو كيبقى اختياري ولكن كيعتى واحد الحلاوة زوينة مع الدجاج يعني ما تبخلوش على رأسكم به يعني ديروه وهنا يلفلفلة هادو حمرة طبعا بحلي يا الله غادي بحلي اي كنزين بها او لا اللي بغيتو المهم دير واحد اي حاجة بغاها وبالنسبة البصلة عندي تقريبا ثلاثة ديال البصلات صغار حجب صغير ولا بغيتو تديرو يعني يكونوا وحدة كبيرة ولا جوج حجب كبير صاف هنا بالنسبة لي انتم ما لاحظوا الدجاجة يعني ما غا نحيد لها دك السلوفان يعني غا يباليكم تبدل لون دياله حي تباتل ليلة كاملة ودبارها فتية ورطية طبعا سبارك الله يعني دغية غادي تطيب لنا ما غاديش ترفض لنا الوقت كتير صاف هنا غادي ناخد واحد المول اللي يكون كيدخل الفران كيف ما كتلاحظو انا اخديت هادا كبير شي شوية حين دجاجة مخليها كبيرة كنديرو في الاسفل كنديرو البصلة هي الاولى باش كتتعسل وكتطلق لنا المديالة باش ندخلوها الفرن وهدي ندير فوق منها الجزر او اللاخيزو اللي كيبقى اختياري ممكن تكتروا البصلة لكنتو ديرين كمية كتيرة من الدجاج اللي بغيتو صافوا بالنسبة البتاطا او الفلفلة غندي ليوم التوابل شوية نديرو مشوية الكامون وشوية ديال ابزار وشوية ديال صوصوية اللي ما ديرتش في الدجاج بلا ما تديروها في الدجاج حيث كتطلق فيه المرورة وهناي واحد المعلقة صغيرة ديالة اللامو تاخد وغادين نضيف واحد شوية ديال بابريكا او التحميرة باش تعطيني شوية اللون حيث ما زال هاد الخضروات غادين يتبلوب هذيك العطرية اللي ديري انا في الدجاج غادين نخلطوهم هكدا والملحار اني ما ديراش نهائيا في هاد الوصفة يعني انا كنصحكم ما تديروش لملحة لاتغدر بيكم وتخرج لكم الدجاج مالح حين تلا موضا غد مالح الحامض مالح يعني صوصوية مالحة صوصوجة مالحة يعني كل شي مالح صافي هناك نستفلوا خضروات ديالي يعني بغيتكم عيض تردوا البال باش ما تملحوهاش وتوليوا يعني تمشي لكم الوصفة صافي هناك غادين ناخد دجاجة ديالتي وغادين ديرها نحطها على هاد الاساس هانتو ما غد تلاحظوا معيني غادي نهزها بكل سهولة وبالنسبة لتقطع كيبقى على حسب الضوق وحسب الرقبة صافي هاد هاية دجاجة ديالي كيف ما قد تلاحوه دبارها كنهزها انا وهي رافتية يعني دغية غادي طيب حين تمتبلوها كدانو نبسوس كيحتى واحد الصرحة كيخلا جيرطية يطباه شي جعفتي جارطة برطب ما نقول لكم اش تتجربوا ان شاء الله الوصفة كيجي جاجرطة بفوت لقياسي يعني اي واحدة بغت نوع هكذا المائدة ديالتها كن صحب هاد الوصفة هادي اللي كتجي رائعة والكمية تجاج قدروا تديرو عير نص تجاجة لكنتو ناس قليل بزاف ولهذا ديرو عير نص تجاجة كافية صافي هناي بالنسبة لي انا كنغطيها ما كنغطيهش بالاليومينيوم كنغطيه بهاد ورق الزبدة وما كندير فوق من نواله رايير جمعوه من جنابرا هو قد يخلي تجاج يرجعلينا عليه الصاد صافي في هاد الاثناء راه الفران مشعول مشعلها لفوق والتحت ما خليها كي يسخن وكيف ما كن اكد لكم ان هني كنغطيه بهاد الوارق صافي ما كن ما كننزيد الاليومينيوم لوال ورا هو غادي يبقى يرجع عليها الصاد وغادي طيب يعني في اماني الله صافي بالنسبة للفرن نوريكم طريقة ديال طياب دياله كنشعله الفران طبعاً الفوق والتحت واتحطها في طبقة الاولى من الاسفل هادي كرات طبقة الاولى من الاسفل هاول فران ضيجة مشعول درجة الحرار ديروا المكسيموم وخصوصاً لما كانش عندكم الوقت ديروا على 300 درجة والميتون وخمسين ومشي على الفوق والتحت وبالنسبة لي انا هي هنيا كنت رافقتها دجاجة رافقتها معها تكتوكا او اللاشر مولا بالبصلة وماطيشا والفلفلا مشوية ودرت يعني مهم انتو ما ديروا رافقها بالفريت باي حاجة ودرت صلاطة ودرت صلاطة بالروز وبخيزو البطاطا وجلبان والطون كنقول لكم هير قتراح معاش رافقتها الطابق هذا ولاحظوا معايا الشكل دياله وهنايا كينين جوج احتمالات اللي بغاها تجيب حمراء ممكن تدهنوها بالزبدة وتعريو عليها غادي تجيب قرمشة وغادي تجيب حمراء بزاف يعني غادي تجيب حليك يتبع على برا اللي بغيتوها تجيكم على هاتشكل وهنايا كن اسيي البطاطا وكن اسيي حتى الججرة قصتوا قصتوا بايد دياله واصلا جاني بارطيط طيب وطايب هو هاداك هناك تلاحظوا بقى واحد شوية ديال البلول وانها طابت ممكن انكم تعريو عليها فمرة وتخليوا الفران مشعول من الفوق والتحت غادي تنشف داك البلول والجاجة غادي تتحمر وحتى الخضرة غادي شوية غادي تنشف وإلا بغيتو يبقى لكم شوية ديال البلول ها في هاد الأثناء كيف مدرت انا غطيتها بالورقة ديالها وطفيت الفران وخليتها في الفران حتى توصل الوقت اللي غادي تناولوها في اخر جامر الفران يعني انا اعطيتكم هنيا جوجد يالاحتمالات ديروا الاحتمال اللي يناسبكم كيف مأحت هاد المرحلة هادي اللي طابت فيها تجاجة ممكن اننا ندهنوها بالزبدة ونعريو عليها ونخليوها تحمر مزيين يعني هادا كيبقى احتمال راني قلتوا لكم ولا ممكن اللي بغيتوا البلول وبغيتوا التوابل يبقى وهاكده يعني شادي نروسهم وتبقى يعني تغمس تبقى رطيطبة ديروا الاحتمال اللي درت انا انكم تغطيوها دبا في هاد الاثناء وطفو على الفران وخليوها تنشوف وتشرب مزيين كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة ديالك اليوم وتجربوها تجربوها بهالتتبيل الرائعة اللي جات ميتشبعش منها صراحة كتجير طباها الشيشة كتدوب في الفم عاوتي الصدر ديالها متقولوش كتاكلو الصدر الصدر كيتخلط كيو اللي والفخة كتبقى رطيطبا كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة اللي عجبتكم متبخلوش علي بالتعليق ديالكم واللايكات ديالكم اللي دائما كتفرحني ما سخيتش بكم كيف ديما وانطلقوا فيديو جديد ان شاء الله